بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو الجسم ده مثلا في الموضع ألف طول ما هو بيتحرك بتأثر عليه قوة بيمثلها المتجه قاف يبقى احنا نقدر نقول ان الجسم ده بيبزل شغل الشغل ده مقداره هو حاصل الضرب القياسي للمتجه قاف اللي هو متجه القوة فيه المتجه فيه اللي هو متجه الإزاح يبقى تعريف الشغل هو حاصل الضرب القياسي لمتجه القوة اللي بتأثر على الجسم فيه متجه الإزاح وزي ما احنا عارفين ازاي بنحل حاصل الضرب القياسي فهيبقى بالشكل ده قيمة المتجه قاف مضروبة فيه قيمة المتجه فيه جاتا هي اللي هي الزاوية اللي ما بين المتجه قاف والمتجه فيه اللي هي الزاوية دي لو ناخد بالنا ان احنا عندنا قاف دي قوة وهي كمية متجهة وفيه هي الإزاحة وهي ايضا كمية متجهة اما الشغل فهو كمية قياسية اي ليس له اتجاه فقط له مكتار والشغل ده له وحدات عشان نقدر نعرف الوحدات بتاعة الشغل ده هنقول ان الشغل ده هو عبارة عن القوة مضروبة فيه الإزاحة الوحدات بتاعة القوة مثلا هنقولها تكون نيوتن والإزاحة الوحدة بتاعتها بتكون متر فهيبقى الشغل الوحدة بتاعته نيوتن متر اما لو مثلا القوة الوحدة بتاعتها داين استخدمنا الداين والإزاحة استخدمنا معها سنتيمتر فهيبقى وحدة الشغل هي الداين سنتيمتر فوحدة الشغل بتعدمت احنا هنستعمل وحدات ايه للقوة ووحدات ايه للازاح يبقى احنا كده عرفنا مفهوم الشغل وهو حاصل الضرب القياسي لمتجه القوة في متجه الازاح طيب لو مثلا احنا عندنا الجسم بيتحرك بالشكل ده ده متجه الازاحة بتاعه وفي نفس الوقت ده متجه القوة اللي بتأثر عليه يعني متجه القوة ينطبق على متجه الازاحة او متجه القوة يوازي متجه الازاحة في الحالة دي هتبقى الزاوية ما بين متجه الازاحة ومتجه القوة تساوي سفر ففي الحالة دي نقدر نعبر عن الشغل بمعيار القوة اللي بتأثر عليه مضروبة ضرب جبري عادي جدا في المسافة اللي الجسم ده هيتحركها اللي هو الازاحة بتاعته وطبعا لو عندنا جسم سابت بتأثر عليه قوة هيبقى الشغل اللي بيبزله الجسم ده بصفر لان الجسم طالما سابت الازاحة بتاعته بصفر فهيبقى الشغل بصفر وبرده لو الجسم تحرك لنقطة تحرك في الاتجاه ده مرة ورجع تاني للنقطة اللي هو ابتدى منها تحرك من النقطة واحد لتنين وبعد كده رجع النقطة واحد تاني برضه هتبقى الشغل بتاعه بصفر لان الازاحة بتاعته هتبقى بصفر فمن خلال التعريفات دي فهمنا ان الشغل بيعتمد على القوة قيمتها واتجاهها والازاحة قيمتها واتجاهها المفهوم التاني اللي هنتكلم عنه هو مفهوم القدرة والقدرة دي معناها هو تغير الشغل خلال فترة زمنية معينة يعني عندنا القدرة تساوي دالشين على دالنون تغير الشغل مع الزمن احنا عارفين ان الشين بتساوي اللي هو الشغل بيساوي القوة في الازاحة يبقى احنا نقدر نقول ان القدرة بتساوي تغير القوة في الازاحة بالنسبة للزمن نقدر نطلع القوة وندرب القوة دي في تغير الازاحة بالنسبة للزمن اللي هو القوة مضروبة في تغير الازاحة بالنسبة للزمن اللي هو السراء فإحنا عرفنا أن القدرة بتساوي القوة في سرعة الجسم القوة اللي بتأثر على الجسم ده مضروبة في سرعته وطبعاً الوحدات زي ما قلنا علشان نعرف الوحدات بتاعة أي قيمة هنجيب الوحدات بتاعة المكونات بتاعتها لو إحنا عندنا القوة بالنيوتن والسرعة بالمتر لكل ثانية تربية هيبقى عندنا هنا الوحدات بتاعة القدرة بتساوي نيوتن متر لكل ثانية تربية المفهوم الثالث اللي هنتكلم عنه هو مفهوم طاقة الحركة وإحنا عندنا طاقة الحركة بتساوي نص كتلة الجسم مضروبة في سرعته تربية يبقى طاقة الحركة بتاعة أي جسم بتساوي نص كتلته في سرعته تربية القانون اللي بيعرف لنا طاقة الحركة ده هنستخدمه زي ما هو كده من غير أي إثباتات هنستخدمه في حل المسائل بتاعتنا فكل اللي محتاجين نعرفه عن طاقة الحركة هو أن قيمتها بتساوي نص كتلة الجسم في مربع سرعته بس في علاقة بين الشغل والطاقة بتاعة أي جسم العلاقة دي بتقول أن التغير في طاقة حركة الجسم عند انتقاله من موضع ابتدائي إلى موضع نهائي يساوي الشغل المبزول يعني لو إحنا عندنا جسم اتحرك من موضع إلى موضع آخر التغير في طاقة حركة الجسم ده وهو بيتحرك من النقطة ألف إلى النقطة به بيساوي الشغل المبزول على الجسم ده يعني عندنا أن الطاقة بتاعة الجسم في النهاية ناقص طاقة الجسم في البداية بتساوي الشغل المبزول على الجسم وفيه عندنا مفهوم تاني وأخير هنتكلم عنه هو مفهوم طاقة الوضع أما طاقة الوضع دي فبتساوي الشغل المبزول على الجسم لتحريكه من موضعه الحالي إلى موضع آخر ثابت يعني مثلا لو إحنا عندنا كورة متعلقة في الهواء ودي الأرض فالكورة دي موجودة في الموضع ألف وإحنا عندنا الأرض هو الموضع B أو النقطة دي هي الموضع B إحنا بنقول أن طاقة الوضع دي هي الشغل المبزول لتحريك الجسم من الموضع ألف إلى الموضع B معناها أن إحنا عندنا أن طاقة الوضع بتاعة الجسم في وضعه النهائي ناقص طاقة وضعه في وضعه الابتدائي بتساوي سالب الشغل المبزول وإحنا عندنا طاقة الحركة بتاعت الجسم في موضعه النهائي ناقص طاقة حركته في موضعه الابتدائي بتساوي الشغل المبزول فمن خلال القانونين دول القانون واحد والقانون اتنين نقدر نستنتب أن طاقة الحركة بتاعت الجسم في موضعه النهائي زائد طاقة الوضع بتاعته في موضوعه النهائي بتساوي طاقة الحركة بتاعت الجسم في موضوع الابتدائي زائد طاقة الوضع بتاعته في موضوع الابتدائي ومعناها أن مجموع طاقتين الحركة والوضع يظل سابتا أثناء الحركة يعني أي جسم وهو بيتحرك طول مدة الحركة بتاعته مجموع الطاقات بتاعت الحركة والوضع بتاعت الجسم ده سابتة على مدار الحركة احنا دلوقتي تعرفنا على القوانين النظرية اللي بتحكم الدرس ده تعرفنا على طاقة الوضع وتعرفنا على طاقة الحركة وفهمنا الشغل والقدرة وعرفنا يعني ايه طاقة ويه العلاقة ما بين الشغل والطاقة وعرفنا القوانين بتاعة اللي بنحسب بيها القدرة في خلال فيديوهات جاية عن حل مسائل على الدرس ده الدرس ده هو قوانين نظرية مجردة يعني انت لو خدت القوانين دي ورصتها قدامك في ورقة وابتديت تجرب تحل مسائل هتلاقي الموضوع ماشي معك لو انت وقفت قصادك مسألة من المسائل اكيد هكون فكرة عدت عليك قبل كده من خلال دراستنا للمنهج فالدرس ده عبارة عن قوانين نظرية حاول تحطها جنب بعض في ورقة وتبتدي تحل مسائل على الدرس ولو في اي حاجة وقفت قصادك يريد تسألنا واحنا نحاول نساعدك بكل الطرق وان شاء الله في خلال فيديوهات جاية هنحل امتحانات على منهج الميكانيكا بفرعيه الاستاتيكا والديناميكا قبل الامتحانات بإذن الله وشكرا